اشتركوا في القناة 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 إنسان يكون أولاً عنده قاعدة جماهرية في بلاده من بعد تتطور لماذا لا تكون عربية ممكن حتى العالمية يوم الأيام وجنتي وطفالي نراني قتلى حبيب اقترب قتلى حبيب اقترب عوضلي حرماني هل تقبل مرويتك تتركني وحداني أموت حصر وقهر ولك أموت حصر وقهر لو لحظة انساني أقبل عيش بسجن لو انت سجاني كيف حالتك؟ على كل حال كل عطلو في آخر كل شي رأى مسطر وكل شي رأى مكتوب من ناحية أنها عطلت أنا ما أقولش أنها عطلت نقدر نقول أنها كانت فترة نقاها وبالعكس شرف لكل واحد أنه يمثل بلاده وفي أحسن صورة خاصة تلفي لما كنت أخذت بالرأية الوطنية الحمد لله على كل حال فترة وعدت وكانت فيها أحلى أحلى أيام الحمد لله في الحقيقة ما حسيت شروحي كنت نقدي في دور الخدمة الوطنية يعني من ناحية أنه أنا في طبيعة الحال يعني عديت الخدمة العسكرية في ولية جي جلالة كل حال نتوجه لهم بتحية كبيرة في الوسط يعني كنت فيه مع الجيش الوطني الشعبي اختلاف تماماً يعني عن حيات المدنية عن حيات كذا كل شي نظام في نظام يعني في بداية المشوار ما تعودش على لكن لما انتهت مرحلة كما نقول إحنا الحمد لله من بعد قدرت علاقات عرفت عقليات بزيف عرفت الناس بزيف عرفت الرجال بزيف وطبيعة الحال يعني المركز دي كنت نخدم فيه أني كنت مسؤول على الألات الموسيقية يعني في المجال اللي نحبه بالضبط والحمد لله كنت تقريباً كل فترة عشرين يوم نعمل حفلة داخل داخل تلكنا العسكرية وفي فترة شهر رمضان المبارك يعني تلقيت دعوة من جهة دار ثقافة مدينة جيجل يعني إحياء صهارات فنية على الهواء الطلق والحمد لله ليك يا ربي يعني كانت من أجمل أيام ما في حقة الحال هو تقصير مني أولاً باش ما نقولوش إقصاع وإقصاع يعني بدرجة كبيرة لماذا؟ لأنك أول أول شي لازم تكون كيفاش رح نقولها لك بالعربية لازم تكون تخدم بشي تنبيح بهذه الكانبه لازم تكون تخدم بشي تنبيح وثانياً يعني حاجة معروفة بدون منازع ثم جهوية اليوم من هذا لماذا؟ لماذا؟ يعني لازم إنسان يكون يعني ساكن في وسط العاصمة ولا باش للأسف شديد والله ش رح نقولك يعني أنا دوري لست ممثل فقط ممثلون هم يدخلون برنامج ستار أكاديمي بالدرجة الأولى لهذا يعني في الحقيقة أنه أنا متهمتش معهم في بعض الأمور الذي هي يمكن 令ها أقترب أنا حاسية تتغير من شخصيتي بحبيتي هكاك أكاك والش اللي أقول أنا صحراوي أفعل ما نحبش يعني يالي يسيرني أو وجعني والله الشي اللي كان هناك أنك لما تكون مع مجموعة من الأصدقاء يعني مختلف البلدان يعني وكل شي وتكون يعني بشهادة الغير يعني أنك كنت أحد الركائز والأصوات اللي كانت تنافس بقوة من بعد يعني في الاختيار تصيب روحكم وقصى وهذا على أساس أنه ما لقاوش طريقة يلي يقدر يتحكموا فيها بي يعني نستم من الأشخاص السهل يعني ماذا راح نقولك؟ بكل صراحة وبكل شفافية أنا بالنسبة لي ما مثل الجزائر أبداً ولو قليلاً يعني بأي شيء مثل الجزائر بأي مستوى يعني بالله أنا نعرف لما الإنسان يمثل بلادهم مثلاً أشياء جميلة أشياء ترفع الرأس أبسط مثالك وقع فروبلام وسط الأكاديمي بين من بين أبناء بلد واحد في الأساس من المفروض يكونوا متكاتفين مع بعضهم من بعد يعني تسيب أنه مشكل بينهم بين بعض لا يوجد ولو قليلاً من التمثيل للعلم للروح الوطنية لا يوجد في الحقيقة سبحان الله مغير الأحوال يعني الإنسان كيف يكون وكيف يصبح أو كيف يمسي في البداية يعني أنا هي من زمن يعني ما عنديش علاقة كبيرة مع سوهيلا يعني سلام سلام يعني التقينا وروحنا مع بعض التقينا في ماطا وروحنا مع بعض من تركيا تركيا لبنان يعني الحمد لله وعدينا فترة الإقامة يعني في الأوتيل مع بعض لكن بعد سوهيلا بعد برنامج ليست سوهيلا قام في برنامج أو سوهيلا اللي كنت على الأقل نعرفها في تركيا فترة حاولت أني نتواصل معها نتواصل معها لا توجد حتى يعني الشي اللي نتأسب عليها أنه إنسان تحاول أنك تسأل عليه وبطيبة خاطر وتبحث عليه في الأخير ما ش راح أقولك يعني لما الإنسان يقى قليل من تهميش ولا مبالات فأنا بفضل أني نبقى راجل بهذه الكلمة وش كوت راح نزيد هي يعني أه وهذا أكيد أكيد مش راح يشي مش راح يحصل لأنه الإنسان لما يكون في برنامج ستار أكاديمي لازم يكون إنسان متصنح إنسان ذو عدة وجوه ليس وجه ليس إثنين ليس ثلاثة وبطبيعة الحال هذه ونحمد ربي أني ما تخلش الأكاديمي خير شوف أستار أكاديمي لماذا؟ لأنه برنامج ما نقدرش نقوله برنامج مش ناجح هو ناجح ودليل ذلك أنه في طبعة الحداش يعني موسم ووراء موسم لكن أي حاجة فيها نوع من الفتنة أكيد راح تلقاها تلقاها يعني محتلة مركز الأولى على مستوى المشاهدة وين كين سرعت وين كين فتنة وين كين أكيد راح تلقاها بمرتبة الأولى فقط لا غير موسيقى هو بحقيقة برنامج The Voice هو برنامج X Factor ويلي كان قبل اشتراكي باستار أكاديمي يعني روحته تنقلت لمدينة تونس واشتراكت والحمد لله يعني تم قبولي وبعد فترة لما تصلوا بي على أساس أني مقبول وباش نروح للبنان كان عندي عائق في البداية اللي هو الخدمة الوطنية يعني هذا الشيء السبب لي ما خلنيش روحت والحمد لله على كل حال موسيقى لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات لو نويت تنسى اللي فات واللي كان والذكريات إنه غيري خد مكاني إنه قلبك مش عشاني إنه غيري خد مكاني إنه قلبك مش عشاني ليه تجرحني بكلامك طب ما تغر من سكات الجميع كن بزاف لكن نت أظمم منه صديقي وزامي لي سوفيا أبو عمرا عفد المالك دودو زينة بعويداد ولكن إبراهيم حضر płاش ومنه كونت أنا فيها أس Lily لكن ولكن الحمد لله هناك تواصل، هناك محبة، والشي يجي منه أنه لما تكون محبة منذ المصلحة هذا أحسن شيء، ولكن على رأسهم نذكر صديقتي، لأنه كانت مثل الأخت، كانت غريبة لي بزاف 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 نوجه لتحية مناسبة هذه، كنزة مرسلة، لأنه بالرغم من كل الأشياء والشهرة وكل شيء، لأنها قاتوا فيها لهذا كل احتراماتي لها في الحقيقة هذا السؤال تردد علي بزاف على موقع التواصل الاجتماعي ولو أن هذا السؤال ممكنش منه أصلاً ولا شيء فقط لأنها قريبة لي بزاف، وهيك محبة طهرة عفيفة، من آخر أخته، فقط لا غير حالياً جديد برب إن شاء الله بصدد تحذير سينجل، ممكن راح تكون طابع خاليجي شوي، كلمات صديقي يوسف بغرارة، وألحان أخي الصغير ضيف الله أسامة، وجعلهم تحية بمناسبة هذه موسيقى 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 لازهر جلالي نذكر منها الأستاذ طارق جنان يوسف العيفة سوهيل فيها 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 إبراهيم بسكري فيها كذين من الفنانين واللي راح تكون عبارة عن أوبيرات تتكلم عن كامل ربوع الوطن كامل تراث وطني ومع العلم هناك أغنية خاصة اللي راح نقوم تسجيلها إن شاء الله مع أخي صغير وليه يتكلم كذلك على الجزائر جينكم بلاد بلاد بعيدة نحكي على ثورة الأبطال المجيدة جينكم بلاد بلاد بعيدة نحكي على ثورة الأبطال سمعوا لنا يا الخواب سمعوا لنا يا الخواب بلادي 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 وأرض جدادي بلادي 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 وأرض جدادي جينكم صحراء بلاد الرملاء نحكي على حروف بلادي اللي خاتمو هارجلا نحكي على مليون ونص مليون شهيد نحكي على ميرو شوزة بانا وزيد بلايد نحكي على مليون ونص مليون شهيد نحكي على ميرو شوزة بانا وزيد بلايد اشتركوا في القناة